اعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء فوز مهندسة الفضاء البحرينية الشابة عائشة الحرم بأكبر جائزة عالمية مخصصة لفئة الشباب في قطاع الفضاء قادة الفضاء الشباب والتي ينظمها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية يعد هذا الفوز هو الأول بحرينيا وعربيا في تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى ما يقارب 12 عاما وتقدم هذه الجائزة للقادة الشباب في قطاع الفضاء الذين أثبتوا تمييزهم على المستوى العالمي ووضعوا بصمة واضحة في نهضة علوم الفضاء وكان لهم الريادة في هذا المجال من حيث الأبحاث العلمية والمساهمات الأكاديمية والمهنية المبكرة إضافة إلى دعمهم للشباب الآخرين في مجتمعاتهم بمشاركة المعرفة والتجارب وساهموا في أنشطة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية والذي يعد أكبر محفل عالمي متخصص في قطاع الفضاء